بعض محادثات اقليمية مكثفة خلال زيارة وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكين الى المنطقة من اجل التوصل الى تهديئة بقطاع غزة كشفت مصادر اسرائيلية عن التوصل لاتفاق بوقف اطلاق النار لعدة ساعات لاجلاء المدنيين من القطاع ودخول المساعدات الانسانية صحيفة يدعوت احرونوت الاسرائيلية افادت نقلا عن مصادر حكومية اسرائيلية انه تم التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بقطاع غزة بدءا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لمدة خمس ساعات من اجل السماح بمغادرة الراغبين من سكان القطاع الى مصر عبر معبر رفح ودخول مساعدات انسانية الى القطاع من جانبها ذكرت تقارير اعلامية مصرية انه تم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة ومصر واسرائيل على وقف اطلاق النار جنوب قطاع غزة لعدة ساعات تزامنا مع اعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لعدة ساعات دون ذكر تفاصيل اضافية وكان وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكن قال بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد في القاهرة انه ستتم اعادة فتح معبر رفح موضحا انه يتم التنسيق مع الامم المتحدة ومصر واسرائيل واخرين على وضع الية يمكن من خلالها ادخال المساعدات وايصالها للمحتاجين في حين قال المكتب الاعلامي لحركة حماس انه لا معلومات لديهم بشأن الاتفاق على هدنة انسانية وفتح معبر رفح يشار الى ان نحو مئة شاحنة محملة بألف طن من المساعدات الانسانية كانت تنتظر منذ ايام الدخول الى قطاع غزة عبر معبر رفح في ظل تحذيرات من كوارث انسانية تهدد مئات الاف الاشخاص